يعني بكرة؟ بكرة لسه بكلم حضراتكم بورصة موسكو من بكرة؟ من بكرة لسه بقول لكم اهو بكرة ده الخبر حالا ستوقف التعامل بالدولار الامريكي واليورو من بكرة بورصة موسكو خلاص قدامك اهو بورصة موسكو ده لسه حالا اهو توقف رسميا التداول بالدولار الامريكي واليورو تدام من بكرة حضرتك هو ده البداية ده البداية يبقى دي نسه بكلم حذرك على مسألة التعامل سيد الرئيس بيتكلم مع سيدة دلمة روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد على مسألة تأثير التعاملات بين الدول الأعضاء في التجمع تجمع بريكس بالعملات الوطنية لأنه ده البنك هو بنك التجمع بريكس ده مش بنك للعالم لا لا بنك للتجمع اللي هينضمه هيبقى عضو في البنك هيبقى عضو في البنك قدي قدام حضرتك هو بورسة موسكو خلوا بالكو ده خبر مهم جدا جدا توقف رسمية التداول بالدولار الأمريكي واليورو من بكرة هتلاقي بعدها هنا وهتلاقي هتلاقي الدول كتير داخل ودي بداية انه هم النهاردة عايزين خلاص الصين وروسيا أوقفوا التعامل بالدولار بين في التبادل تجار بينهم من بعض اللي هو تجاوز 220 مليار دولار السنة اللي فاتت وده هيحصل بعد كده يبقى التعامل يعني احنا خلاص أعضاء فتبقى تتعامل مع الدول ديت بالعملات الوطنية وده هو ده يبقى فيه استفادة من هذا الأمر وكبير